بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا فيديو وانتم بخير وعلى خير أتنشكر المتابعين اللي تحطوا تعليقات في الحقيقة تنشكرهم بزيار في القدام جداد والناس اللي التحقوا بالقناة جداد إذن أحبابي في الله لابد البنت اللي عندها عوارد البنت اللي عندها مشاكل في الزواج البنت اللي ما مقبولاش والناس اللي تيجوا العثبة ترجعوا عندها تعثير الزواج تعثير الزواج اللي بسبب لها إحباط ومسبب لها عوارد درجة أنها تتمشي تنام تتبقى تحلم بالزاب وتتبقى ديما تدقول أنا ما عنديش حد ومعنديش قبول مع الناس وتيلا عندي خطيب أو حبيب ما تنستمرش معاه بزاف تكونوا أحبابي البنيات تكون عوارد الولد تكون عنده عوارد الولد هو ما تستمرتش علقة وتلا يبغي يحط الدو على شي بنت ما تتكملش أو تشوفها في صورة بشعة أو هو تبان بصورة بشعة لأنه تكون عنده العوارد الولد تكون عنده عوارد كيفاش يتكون عند الولد وكيفاش يتكون عند البنت البنت إما تتعرض إلى حسد شديد وتيولي شيطان الحسد توقف لها الأحوال تيولي عنده عارض من المس أما الولد نفس شيء توا إما يخدم ويكون مزيان بتنوبيلته يكون مقبلة على الزواج تيتعثر له من طرف طرف ناس معينين كانين بعد الناس تكونوا خيبين تيدخلوا لك في حياتك وتيكونوا يبغيوا يتغاوا عليك لأنهم كما يقولون المصريين حشاريين تيدخلوا شيء أمور لا تعنيهم وتيبغيوا يعطيوا حق نفوتهم أنهم يتدخلوا في الناس إلا ما تدخلش بالكلام يتدخل بالحسد أو بكلام سوء عليك يمشي عند الناس يبقى يعود عليك كلام غير لائق ولكن تنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم أخاه وكل من أترى عليك بالحسد والسحر دي ما نقول لكم الآية ديال ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين قتال اللهم بحق هذه الآية الشريفة أن ترد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين إذن أحبابي في الله سبب توقيف الحال أغلبية من الحسد والسحر والعين الحاقدة كان بعض الناس اللي عندهم عين حاقدة عندهم شيطان الحسد والعين يهرسوا جبال بعدك الحسد دياله ولكن دي ما قرأ الآية يرد الحسد عليه دي ما يرد الحسد لكن الآيات التي هرسوا الظالم والآيات التي كسروا الظالم إذن البنت اللي بغى تزوج وليكون عندها عوارد وليكون عندها مشاكل لابد لابد أنها تدير هذه الوصفة على بركة الله هي توكل على اللي خالقها وتكون على يقين بأن الله موجود لابد غادي يفتح لها أبواب الخير ولابد غادي يكون معها بجميع الأمور لأن الله هو القوي هو المتين هو الجود هو اللي غايد يجود عليها غايد يجود عليها بالزوج الصالح ولكن الله سبحانه وتعالى تيقول لك سبب عبدي سبب ويكون يقينك بيا بأن الله غادي نعطيك الرزق ديالك وغادي نوصلك إلى الحاجة اللي بغيتي لا تعسرت واحد الحاجة إلا فيها خير ما عندكش خير فيها إذن تزواج الزواج لابد البنت اللي بغي تزوج لابد تحطي يقينها في الله وعاد الوصفات الوصفات الرحمنية كلها عشوب ديالله وفي نوص الوقت من القرآن الكريم غادي ناخد الحرمل ناخد واحد كمية ديال 250 قرام ديال الحرمل كما نقول وإحنا المغاربة رابعة الحرمل رابعة الحرمل هي الربوع ديال كيلو الربوع ديال كيلو هي 250 قرام ديال الحرمل نتفقين غادي ناخد تاخد زيف رأسها زيف ديال رأسها وتحط عليه بحالها هكذا زيف ديال رأسها تحط عليه هاد الحرمل الزيف ديال رأسها غادي تحط هاد الحرمل على أسس أنها أسس أنها تبيته تحت الرأس ديالها ليلة كاملة إن شاء الله بحول الله تبيت هاد الزيف تحت الرأس ديالها ليلة الثانية غادي تقرع عليه القراءة لتسخير الأمور لتسخير الزواج لتسخير العمل لتسخير الأمور الأمور التي تتحس بها معرقلة لها بحل الزواج بحل العمل بحل أنها بغاية أنها تصافر أو بغاية أوراق تدير نية اللي بغاية أو تديرهم كاملين أو نجاح في الامتحان أو نجاح في أي حاجة ولكن تدير هاد الزيف تحت الرأس ديالها وليلة كاملة أنها غادي ياخد طاقة الإيجابية ديالها وغادي إن شاء الله تديره تحت الرأس ديالها وتنوي نية اللي بغاية هي على زواج أو على أمنية عندها في حياتها إذن غادي يوم الثاني يريد تديره هاد ليلة ليلة الخاميس هي يوم الأربعاء ويوم الخاميس نقرأ عليها يوم الجمعة نبدأ التبخير نبدأ التبخير ديالي لأنني أنا بغيت نحيي التأثير بغيت نحيي الأمور نتعرق للي بغيت أنني سهل علي الله لابد أنني نكون إيجابية في أموري ونتوكل على اللي خالقني بعد ما حطيته ليلة الخاميس ويوم الأربعاء يوم الخاميس بالليل نقرأ على الحرمال يوم الجمعة مع الدهر نبدأ نتبخر أشغدي نقرأ عليه نقرأ عليه هذه القراءة لغادي إن شاء الله غادي نقرأ ونهديها للا فاطم الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام ألف صلاة وألف سلام يا حبيبي يا رسول الله أول نخرج التسبيح للا فاطم الزهراء إن شاء الله ونطلب الأمنية هذه غادي نهدي هدية للا فاطم الزهراء غادي الوقت للقراءة يكون حاضر حدايا هذا الوقت لنهز المصحب الكريم نقرأ صورة ياسين وصورة الصافات ونقول ياربي هاد هاد صورة ياسين وصورة وصورة الصافات تنهديها تنهديها على روح طيبة للا فاطم الزهراء وغادي من بعد القراءة الكاملة غادي ننفت خمستاشر مرة ننفت خمستاشر مرة على هاد الحرمل لأن بغيسي تأخذي الطاقة الإيجابية من القراءة وفي نوصل الوقت سهديتها بنت النبي عليه الصلاة والسلام من أخيار النساء لبنت النبي وغادي نخرج التسبيح للا فاطم الزهراء لأن بغيت نسبح باشي عوني الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد معروف أنا أحط لكم العدد التسبيح لل تسبيح للفاطم الزهرة أنا أحط لكم إما في صندوق الوصف أو داخل الفيديو باش أنكم غتسبحوا عادة ديروا الدعاء تسبحوا وتنفتوا تسبحوا وتنفتوا لأنكم التسبيح باش يعونكم الله سبحانه وتعالى تسبيح للفاطم الزهرة معروف أنه هداه لها النبي باش أنها تعاون يكونوا عندها جنود السماء والأرض باش يعاونوها في شغل البيت ولكن ما غتنفوها باش ربيعونكم في أموركم وفي حياتكم على أساس النية الحسنة بالزواج بالعمل في جميع الحاجات وغادي نجمع هذا الحرمل غادي نحط معاه بخور طيب هنحط معاه بخور طيب ناخد عشر دراهم بخور دي السعودية ونخلطه معاه بأنني غادي قنتبخر بيوم الجمعة مع الوقفة مع الأدن الأول أو الأدن الثاني أو مع العصر يوم الجمعة يعني نبدأ بيوم الجمعة ونقام نتبخر مدة ثلاثة أيام كل أسبوع إما جمعة وجمعة والسبت والحد نتبخر مع الأوقات اللي أعطيتكم إذن الناس اللي ما عندهمش الجمعة يحاول يبدأ يوم السبت مهم دي ما تخلي نهار تحت الرأس دي ونهار تاني تقرأي لي أنا بديت بليلة الأربعاء ونحطه نهار الأربعاء تحت الرأس دي ونقرأي لي يوم الخميس وليلة الجمعة ونقرأي لي ونقرأي لي ونقرأي لي الجمعة والسبت والحد الناس اللي عندهم ما عندهمش أوقات على حسب العمل لهم يديروا على حسب العمل لهم مهم ثلاث أيام متتابعة كل أسبوع نبخر من هذا البخور كل ثلاث أيام وغادي تشوفوا أحوالكم كيفاش غادي تضبط وغادي يكون عندكم واحد السر سبحان الله لا يعلمه إلا الله غادي يكون عندك قبول غادي يكون عندك تسخر الأمور غادي يكون عندك تيسير الأمور لأن صورة يسين وصورة الصفات صورة الصفات هي تذهب العوارض وصورة يسين تسخر الأمور والتسبيح يعونك على ذكر الله ويعونك على الأمور ديالك إذن أحباب شافية المغربية لابد البنت اللي عندها أمورها متعسرة على أي غرض غادي يسخر لها الله ما في السماوات وفي الأرض اللهم وكلهم عون وعين حتى ربي يصف الأمور لا أعجبكم الفيديو خليوا تعليق فعلوا الجرس تابنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته